طبعاً هنتكلم على أحداث كثيرة جداً جداً هنبدأ معاك بالدوري الأسباني ويمكن الحدث الأكبر قالت رونالد كومان من الإدارة الفنية البرشلونة لكن عايز أخد رأيك يمكن في التسريبات بالنسبة للقائمة الحاصلين أو المرشحين للبلندور السنادي ومحمد صلاح في المركز الرابع طبعاً ليومندويسكي ومميسي موجود طبعاً وكريم بن زيمة في المركز التالي ومحمد صلاح في المركز الرابع اللي قلته أثناء الإنترو أن التسريبات دي كل سنة بتخرج بنفس الشكل والغريب أنها بتبقى النتيجة النهائية يعني بتبقى فيها الغد الوقت 100% اللي بيخرج هو اللي بيكون النتيجة النهائية هل رؤيتك إيه بالنسبة أولاً لوجود محمد صلاح في المركز الرابع وكمان ترشحاتك تعتقد من الفائز بهذه الجائزة السنادي بداية في نقطة التسريبات يا كابتن السنادي مختلفة لأن هي مش واضحة وفي أكتر من اسم مرشح بارز كل واحد ليه عوامل بتقويه وفي نفس الوقت فيه أسماء قوية جداً كانت يعني زي ميسي مثلاً كان داخل السيزون ده واخد كوبا أمريكا مرشح الأول تقريباً أنه هو ياخد البالوندور السنادي ولكن بدايته المتواضع جداً مع باريس سان جرمان هو حتى الألم يسجل ولا يصنع أي هدف على مستوى الدوري يعني سجل ثلاث أهدف دوري أبطال أوروبا ده أضع في حظوظه أصاد اسمين بالذات ليفندوفسكي ومحمد صلاح وكاريم بنزيمة كمان ثلاث أسماء بيتقلقوا بشكل كبير في مطلع الدوري فالتسريبات من هنا بتكتسب قوتها لما دي بقى الوضع مصير للشك ده أولاً ثانياً من قوة المصادر قوة المصادر اللي بتسرب بس لازم نلتفت لحاجة بسيطة صحفياً أنه أولاً صحيفة أس يعني التسربين الكبار اللي حصلوا في المسألة دي هي صحيفة أس وصحيفة مارك صحيفة أس سربت الأول نتيجة تصويت الصحفيين نتيجة تصويت الأولاني وده اللي قال إن الليون الميسي بفارق بفارق يعني يواخد 46% من الأصوات يعني قرب النص على مستوى الصحفيين على مستوى فاكتور وعامل واحد من عوامل التقييم إحنا زي ما حضرتكم عارفين فيه كذا عامل يعني تصويت الصحفيين قادة الفراء المدربين ولكن التسريب بتعمرك خطير جداً لأنه هو جاي بالإحصاء النهائي التنقط النهائي وده تسريب آه ده تسريب ممكن يكون دالي جداً لقوة المصدر وزي ما قلت لحرارتك لإيه إن التسويت تقفل 29 يعني تقفل والإعلان الرسمي يكون 29 نوفمبر فالتسريب ده تسريب قوي جداً واسم روبرت ليفندوفسكي اسمه منطقي ممكن ما يكونش الأكثر منطقية في مطلع الموسم لأن أنا وجد نظر الشخصية إن كريم بن زيمة ومحمد صلاح بيقدموا مطلع موسم هايل جداً حتى أقوم ليفندوفسكي اللي مستوى التنفسية في الدولة الألمانية أقل ولكن اللغز الكبير هو الزالي ونيل ميسي أضعف حظوظه حتى يعني يعني لو جينا تكلمنا في 3 أسماء مرشحة بقوة هنقول محمد صلاح ليفندوفسكي كريم بن زيمة يعني ميسي فقط أفقد نفسه حظوظه بنفسه بالبدال المتعود على اللي عملها في باريس سن جرمان بالنسبة لنقطة محمد صلاح يعني إحنا قل ما تلتقي العاطفة والعقل يعني بس اللي بيحصل من محمد صلاح الفترة دي هو الحقيقي اللي بيخلي العقل يبرمج كلام العاطفة ويخليه صح لأنه ده ممطقي جداً وبقاش كلام المصريين وبقاش كلام العرب وبقاش كلام حد هو في رأي عام عالمي بقوله أنه أفضل بيرفورمانس بتقدم دلوقتي كورت القدم العالمية هي بيرفورمانس محمد صلاح صحيح فزي أقول له حارتك مسألة التسريبات آه لها دلالة فعلا لأن المصادر قوية جداً ولكن يعني لأن العملية كوميرشل ممكن ما تتحرقش بدري كده يحصل في الأمور لأنه في سنة من السنوات كانت تتسرب أن فان دايك هياخدها وفي الآخر خدها مسألة فان دايك متصدر القائمة فحيلاً آه فعلاً المصدرين قوين جداً ولكن أحياناً بيبقى فيه حاجة بتخليفهم